أحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيت النبه على موضوع الخميرة الخميرة الفرنسية واسمها قيل الصاف أنستون والله أعلم المهمة هي تكاد تكون الخميرة الوحيدة الموجودة في الجزائر هذه الخميرة الفرنسية فيها مادة يشار إليها الأو 491 حاولوا تفهموا بهدوء الأو 491 اروحوا شريوها تصيبوا الأو 491 وش معنتها هذا الإشارة؟ بكري كانت الشركات الأوروبية لما يديروا الخنزير في كاش مادة يديروا خنزير ولا يصوروا خنزير كان المليار ونص مسلم يعرفوا بلي هذا المنتوج فيه الخنزير ما يشريوهش لكن شافوا بلي المنتوجته هم ما يمشيش عاودوا عاوضوها برموز هذه الرموز الأو كي تصيب أو 491 معنتها مادة مستخلصة من جلد الخنزير على يديروهما الخنزير لأنهما يأكلوا الحم تا الخنزير ويقعد الشحم والأعظام ما يرموهاش يديروها في الشيكولة في الماكلة في الكرام في الحلوة الجلاطين حتى في بعض الحلويات عدة منتوجات راهي فيها الخنزير ولذلك راني نبه الناس الخنزير قد وصل إلى خبزكم الخنزير راه في الخبز ولذلك دارت نداء لهذا المستورد لروا يجيب هذا الفارينة من فرنسا قولنا هذا مكان وضحنا وش معنتها الـ 491 وزارة التجارة وضحونا نقابة الخبازين وضحونا كيف الخنزير يوصل إلى الخبز وعلى هاني نطلب التوضيح لأن هذه المادة قد توجد أيضا في النبات هي توجد في الخنزير وقد توجد في النباتات لكن احنا ما نشعر فين هذا الشريكة الفرنسية هل جابتها من الخنزير ولا من النبات شكون يوضحنا شكون يفهمنا شكون يعلمنا يا سبحان الله قاع ساكتين واحد ما أحب يقول الحقيقة قولنا هذا الـ 491 ولذلك راني نطلب من الشعب الجزائري كله بشي قاطع هذه الخميرة قاطعوها مشينوحنا أكلها حتى يتبهي اللي بالإحلال نقاطحها ما نعتستعملهاش ما نشريهاش التجار ما يبيعوهاش الخبازين ما يتعاملوش بيها حتى يوضحونا بلي هذا الـ 491 نباتي مشيخي نزيري والله وتسكتو غير تعشت الخمر في العيون تعلمه لأنه لا يجوز للمسلم أن يسكت في هذه المسائل أن يقتلكم كائن شيكولا راهي تتباع يديروا فيها القمل تعرفوا القمل يقتعرفوا الصيبان ليروفوا ريصان تعالى التلاميذ في المدرسة الجزائرية القمل لا يقدروا شي يقضيه عليه حاب أن يقضيه على الغش في الامتحانات مع الفيسبوك والتويتر والإنترنت يديروا فيها القمل حسبونا الله ونعم الوكيل ماذا بينا هذا المستورد ليروا يستورد هذه الخميرة يقولنا واش المقصود بالـ 491 ثانيا ماذا بينا وزير التجارة إن كان يسمعنا وإذا كان يهم الحلال والحرام وعلى هدزاير ما عنداش خميرة فهمونا على هدزاير وراهي الخميرة تعجد أو جداك لكانت مستخلصة من النبات كانوا يديروا سميد ويديروا شوية البن ويخله يخمر ويديره في الخبز ويخمر الخبز تحم ومبعدها يقبضوا شوية ماليك العجينة ويخبوها يخبزوا بيها المرة الجاية ومبعد شوية ماليك العجينة ويخبوها ويخبزوا بيها المرة الجاية كانوا يديروا شوية خل كانوا يديروا نباتات كانوا يخمروا الخميرة أنت حمين الحلال ولذلك تسمى مريحة ويخبزا تحملوا نباتاته ولذلك تسمى ريحة على ذلك الخبزة تحي الموتى جاي بنا خميرا خنزيرية حسبونا الله ونعم الوكيل هذا المستوى يدمده به يجيبنا البيانات ومشيما الشركة ويخبزوا هذا مدير على شركة واتصل مدير الشركة الفرنسية وبعد ورقة قال بلي راهي من النباتات ولكن هذا مدير يدافع على الشركة لأنه على باله بالي الشعب الجزائري يحبي أكل الخبز وراه يبيع الخميرة في الجزائر في نهار لما يبيعش عام في فرنسا لأنه تمشيله ملايين الأرواد ملايين دولارات بسي فيجيبنا ويقال مدى بنا مختبر جزائري حيادي يدي هالخميرة ويقول لنا الحقيقة راه يفتنا في المجتمع الجزائري شكون يرفعها واحد الناس قال لك شيخ شمس الدين يتلهغي بهذه المسائل باشك حاب أن ينتله يا رحم بابك باش أنا حاب أن ينتله إذا الخنزير في الخبز انتاعك انتاع ما يقلقك ما ولو باشك حاب أن ينتله وشنوح ننتله باش إذا ما تلهيج بالحلال والحرام وشن يندير هنا حسبونا الله ونعم الوكيل قال لك يتلهغي بهذه المسائل لا لانتو ما تلهوا بهذه المسائل